قالك بقى كمصري فرنسي اه نسألناك عن عودتك واسبابها بشكل خاص وانت يعني قطاعا تمسل عينة من المصريين اللي رديهم استثمارات في الخارج لكن هل ترافق مع ده في رأي حضرتك انه هناك زملاء ليك من الفرنسيين او من الاوروبيين الاخرين في نفس الفترة او مع بعدها الدكتور محمد يقول انه بعد صورة يناير انت جيت قبل صورة يناير شهور قليل او بشهر واحد وده ما خلكش تمشي كملت هل اللي بقول ملاحظة بقولها دكتور محمد انه بعد صورة يناير واحداث الربيع العربي عموما بدأ الاستثمار الاجنبي غير العربي يقل هل ده ينطبق على المستثمرين الفرنسيين سواء في مصر او في شمال افريقيا في تونس مثلا او في غيرها من دول الشمال الافريقي العربي انا بس في نقطة عاوزة اقولها عمرنا ما بنتكلم فيها دايما بنتكلم في ميزة المستثمر والخير اللي هيعود بي على البلاد ودايما بنحسس ان المستثمر رغم ان انا مستثمر ان احنا جايين نجبي على البلد دي او جايين نعطف عليها او ده لطف مننا او رحمة مننا على البلد انا نفسي اتكلم شوية في المزايا البلد ما هي البلد برضو بتدينا اقول ان انت مستثمر ماذا تأخذ اه طبعا انا بأخذ اولا بأخذ الامان اولا انا كمستثمر مصري فرنسيا انا مصري اولا فانا في بلدي ثانيا عندي مناخ زي ما قلت لحضرتك الامن المناخ عندي تسهيلات كتير الاستثمار انا برضو يعني خلينا انا نتكلم وقعيين اه انا مستثمر انا مصري اه والحنين بياخدني اه بس انا لو استثمراتها تفشل فمصر انا مش هيجي مش هقعد مصر هي بلدي وهي حكمتي وهي اهلي هشتغل في فرنسا واجي في الصيف زي ما كنت باجي زمان شعرين ثلاثة هتمتع ببلدي لكن انا برضو كمصري اه نقطة الحنين ليه كويسة لكن انا ليه مزايا المزايا زي ما قلت لحضرتك انا عندنا تسهيلات كتير مش موجودة كفاءة الاعفاء الضريبي يعني بتبقى شركة السمار بتبقى معفاة من الدرائب النهاردة اوروبا انت بتدفع تقريبا 80% يعني انت لو تكسب 100 يورو لو دخلك 100 يورو بيفضلك 20 دي اللي وفاضت فاحنا هنا عندنا تسهيلات كتير وعندنا مزايا كتير حتى في المزايا الضربية زي الاراضي يعني احنا عندنا في المينيا لما بيجي حد مستثمر انا في شمال جنوب بس اه اه طبعا انا بشجع الاستثمار طبعا في المينيا عشان دايما عندي حنين للمينيا انا شايف ان احنا فيه تسهيلات مفيش دولة بتديلك بتخصصلك ارض ببلاش عشان تقيم عليها مشروعة حتى لو بتدفع ايجار مقابل الانتفاع بيسيبولك فترة لغاية ما توقف على رجلك زي ما بيقوله وفترة السمح وحاكتك تشتغل بيجي يزروك وبيشجعوك اه في معوقات مش اقول الحياة وردي لكن مقارنة طبب بره لا يعني احنا عندنا مزايا كتير وتسهيلات كتير وبكرر يعني اي مستثمر بيجي اهلا بيه طبعا لكن هو جاي عشان بيستفيد من مصر يعني مصر مش بتاخد بس مصر بتدي كمان طب هل حضرتك يعني مصريين اخرين عملوا اللي انت عملته ولا انت حالة سبيلة في فرنسا على الاقل او في اوروبا لزا عرفهم لا في عدد كبير في اوروبا هو انا بس عشان اخترت المينيا شوية هي المينيا مش متعبة لكن انا عشان بلدي لكن فيه ناس كتير كله بيجي القاهرة وشارمو والغرداء وخاصة في مجال السياحة فيه عدد كبير وبعدين زي ما قلت لحضرتك الاستثمار دلوقتي في اوروبا احنا استثمرنا في الوقت الحالي رغم الظروف اللي بتمر بيها مصر انا بأكد لحضرتك وحضرتك اكيد على علمي بكده احنا احسن من اوروبا بكتير موسيقى شكرا